بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا قضية كبيرة في حياة الإنسان ومهمة ويقع كثير من الخلق فيها وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتسامح وأمرنا بالعفو وأمرنا بالصفح فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير كثير جدا من الناس يصعب عليهم هذا التسامح يجد قلبه حزينا من إيقاع الأذية عليه وإذا قلنا له سامح اعفو اغفر تجاوز مشيها فإنه يحاول مع نفسه أن يفعل هذا ثم لا يجد قلبه يعني يجد قلبه مش راضي لسه مش مسامح لسه فيه ألم أو حزن أو زعل في قلبه ومش عارف يسامح فنعمل إيه وهل هو كده يبقى عند الله سبحانه وتعالى يعني آثم مزنب عاصي يعني الله سبحانه وتعالى هينزل غضب عليه ولا إيه الحكاية لقاءنا اليوم حوالين هذه القضية وهي بيشكو كثير منها خاصة الشباب والأولاد في بداية عمرهم لأنهم بيتألموا جدا من إن حد يوقع الإساءة أو الأذية أو الضرر عليهم وكثير من زميلهم ما بيبقاش واخد باله اللي هو بيقوله ده أثروا إيه على اللي أمامه يعني هو بيتكلم بطبيعية بيهزر فيجتموا في الوسط يعني حاجة سهلة كده والشتيمة دي تأثر فيه أو يعيبوا على حاجة ملوش دخل فيها أو يعيروا بأنه هو قصير ولا طويل أنه هو نظر وضعيف ولا لا حاجة هو ملوش دعوة فيها ده ربنا خلقه هكذا فالتاني يتألم جدا وهو اللي قال كده مش واخد باله قد إيه أزا أخوه أو زميله أو الرفيق بتاعه أو يمكن حبيبه يعني ممكن يكونوا اللي اتنين أنتيم وواحد بيقوله واحد كده على سبيل يعني الهزار والفرفاشة فالكلمة تقع في عيني على قلب الشخص اللي احنا بنتنمر عليه أو بنطلع عليه الإساءة أو بنطلع عليه اللقب اللقب سعدت برضو ربنا نهانا ولا تنابزوا بالألقاب بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان المعيرة والتنمر والإساءة كل الحاجات دي بيعملها الإنسان وكانها حاجة سهلة وهي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سعات كده الواحد يحقر أو يحتقر بعض التصرفات خفيفة يعني ولكنها بتؤثر في السامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وقولوا للناس حسنة وأقيموا الصلاة يا ها يعني كون إن أنا أقول للناس حسنا قبل الصلاة طب الصلاة دي حاجة يعني كده هيين عندنا دي ركن الدين بني الإسلام على خمس منهم إيه إقامة الصلاة الصلاة دي وذروة سنامه الصلاة يعني آخر حاجة قمة الدين هي الصلاة أم الباء إن أنا أقول للناس حسنة فوق كمان الصلاة قبلها فنتصور التصور ده وقولوا للناس حسنا و أولا أولا أنا قلنا للناس حسنة أقيموا الصلاة يبقى إذن أنا قدام منظومة أو فكر بيقول إن لابد علي من أن نقول للناس حسنا طبعا تفاصيل المسامحة وعدم القدرة طب أنا مش قادر أسامح قال سامح في الظاهر الله يعني إيه أسامح في الظاهر مش أبقى منافق كده قال لا ما تبقاش منافق ولا حاجة والكاظمين الغيظة يبقى أول درجة إن أنا أجزم غيظ يبقى فيه تدريب هنا وقوة شخصية إن أنا الغيز بتاعي ما طلعش في صورة رد الإساءة بالإساءة وبعدين هو يسئ إلي علشان بيرد الإساءة بتاعتي وما نعرفش مين اللأساء الأول ويجوا يختلف الناس خناءة بقى لكن لا والكاظمين الغيظة أدي أول مرحلة طيب كظمت غيظة بس غيظة موجود أيوة ما هم هتجزموا إزاي هو لازم يكون موجود يبقى أنا لما فيي الألم اللي أنا فيي ده مش حرام ولا حاجة ده أنا عملت عليا إن أنا في قلبي ما طلعش في إدية وراح تضربه ما طلعش في لساني وراح تشتمه ما طلعش فيه تصرفاتي وأفعالي وكده قال إيه قال لك ده درجة من درجات الإحسان والقرب إلى الله أنت كده قربت من ربنا خطوط خطوة مشيت شوية كده هو والقاظمين الغايظة طيب كذا أنت غايظي لا بيحركك شوية كده بيدي لك يعني إيه كدوه هدية بيدي لك حافز بيقول إيه والعافية عن الناس قال الله قال الله أنت قلت لي يجزم غايظك قال لما أنا هديتك هديت وخدت نفسك وكزمت غايظك قال له أنا متغاز بس يعني خلاص والقاظمين الغايظة هم ييجي يقول لك إيه والعافية عن الناس يبقى خطوة تانية يعفوا بقى ده المصلحة مين على فكرة مش لمصلحة الموسيق ده المصلحة كنت أنت عايز تجمع درجات مع الله أنت كده خدت تلاتين أربعين في المية كزمين الغايظ خدت على طول أربعين درجة من مية ولا عافين عن الناس خدت بقيت السبعين والثمانين طيب عافون عن الناس خليها علينا احنا المرات والله يحب المحسنين ده كمان مش كده وبس ده عايز كمان أنا أحسن للشخص ده والله لو عملنا كده للدنيا كلها تحب بعض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ده الدرجة الأخيرة بلها تاخد مية في المية اللي هو كله ده دي كنت ما هواش للمسيء ولذلك الآية دي عظيمة الشأل لأنها بينت إن الحاجة اللي في القلبي ربا مش هحسبني عليها ما هو اللي خلق أنا بحب مش هحسبني على الحب ده أنا بكره مش هحسبني على الكره أنا ما يحسبني على إيه؟ على إن الكره ده خلاني أعمل الغلط ويحسبني على الغلط ده على الفعل على التصرف الجسدي بتاعي منظومة كبيرة وعيشينها ساعة بساعة مع بعض وفي الحياة الدنيا لأنها دي طبيعة ابتلاء الحياة الدنيا وكت عايز ونفسي أسمع برضو حاجات من عندكم تكون شغلاكم أو أنتوا اصطدمتوا بيها في حياتكم في هذه الحياة الدنيا علشان نقول عليها تفضلي قولي